البتنجان من الحاجات اللي بنحبها قوي بننوع فيها بشكل كبير جدا فالنهاردة هعمل مساقع بالبتنجان المشوي عملتها من فترة قريبة بالبتنجان المسلوق وكان طعمها ممتاز جدا ووفرنا كمية زيت كبيرة وما قالناش البتنجان ولا حاجة النهاردة برضو مش هنقل في الزيت وهنعمله بطريقة كده خفيفة وسهلة وسريعة وان شاء الله طعمها هيطلع ممتاز ويلا بينا نشوف الطريقة مع بعض نقول بسم الله ونصلي على رسول وهنجيب البتنجان الرومي بالكمية اللي تحبيها وبالحجم اللي تحبيه هنخلي النار وسط ونحط البتنجان على النار ونقلبه كل شوية لحد ما يستوي ولو انت ما بتحبيش الطعم المدخن او للبتنجان المشوي على النار خليه ياخد تقلبتين تلاتة كده هتحس ان هو دبل والقشرة من بره دبلت شوية يعني ادي له نغزة بالسكينة كده لو حسيت ان القلب بتاعه استوي هاكتفي بالتسوية كده علشان البتنجان ما يبقاش طعمه مدخن قوي لكن لو بتحبي البابا غنوه وبتحبي طعم البتنجان وهو مدخن فسويه بالشكل اللي بتحبيه لحد ما القشرة اللي بره دي تبقى مقرمشة شوية اعرفي كده ان هو دخن على الاخر المهم هنشيل القشرة من عليه بعد ما يهدم للحرارة بتاعته وناخده زي ما هو كده تحت الحنفية اه اخسلية علشان ما كان التأشير هيبقى فيه فتفيت صودة على البتنجان من بره فاحنا هننزل ده كله بالمية تمام؟ بعد كده هنجيب طبق ونشيل العنقود منه من فوق الطريقة دي يعني مختلفة في الطعم شوية عن طريقة البتنجان المسلوق المساقة لما عملتها بالبتنجان المسلوق كان فعلا طعمها ممتاز جدا جدا ما كانش فيها فرق كبير خالص من الطريقة اللي انت بتقلي فيها البتنجان في الزيت المهم احنا هنجيب البتنجان ده بقى ونحطه في الطبق وبالسكينة كده هنهرسه شوية ونجيب الطاصة نحط فيها شوية زيت كمية الزيت هنا زي ما تحبي مش شرط ان يبقى زيت كتير ممكن يبقى زيت بكمية بسيطة جدا المهم هننزل بشوية من البطاطس المكعبات ممكن تقشري بطاستيتين يعني واحدتين بطاطس او ثلاثة زي ما تحبي انا قشرت واحدتين من البطاطس مكعبات وحمرتهم في الزيت قلبتهم من وقت للتاني يعني هنديهم كده تحميرة بسيطة حتى لو هم ما استووش قوي فمش مشكلة احنا هنرجع تاني نسويهم مع الطماطم ومع البتنجان فممكن هنا اتحمريهم تحمير كامل او تخليها نص سوا بعد ما شلنا البطاطس هننزل بالفلفل الحامي والفلفل الرومي او نوع واحد يعني ممكن نستخدم الرومي بس او الحامي بس المهم هنخليه قطع كده وسط الفلفل الرومي انا فتحته نصين وهدقليجه كده في الزيت لحد ما ياخد تحميرة حلوة ولون ده ببسيط هكون مجهزة معلقة الطم وفروم معلقة كبيرة ممكن تخليهم معلقتين على حسب انت بتحب المساقعة يكون طعم الطم فيها ازاي المقادير هنا حسب الرغبة مفيش كميات محددة بس المساقعة ما بتبقاش حلوة غير والطم كتير فانا حطيت معلقتين من الطم وركنت الفلفل على جنب وانزلت بالطم ويدوب بس سواني كده سبت الطم زي ما بيقول كده يشم النار بعد كده قلبتوا مع الفلفل وشوحتهم مع بعض لحد التوم اخد لون دهبي ويعني اتحمر تحميرة حلوة بعد كده نزلت بمعلقتين ثلاثة خل ولكم ان تتخيلوا الريحة هنا عاملة ازاي يعني ريحة رهيبة جدا التوم المحمر مع الفلفل مع الخل حاجة تفتح النفس بعد كده هننزل بنص كيلو من الطماطم يعني مضروبة نص ضربة تمام يعني تكون قطع ممكن تبشريها بالمبشرة او تفرميها نص فرمة او تضربيها نص ضربة في الكبه او في الخلط او تقطعيها قطع يعني بأيديك كده بالسكينة المهم هننزل بالطماطم ونسيبها تستوي شوية لحد ما تتبخر وماء بتاعتها تنشف كده كده الطماطم باقت جهزة كده خد التسبيكة يعني معقولة بعد كده هننزل بالبطاطس لو البطاطس عندك انت مش مسويها تسوية كاملة يعني مش متحمرة ومستوية كويس فهتسيبها كم ديها لحد ما تدخل في سوا لو هي مستوية كويس فهتديها تقليبة واحدة مع الطماطم والفلفل بعد كده هتحطي رشة الملح ورشة فلفل اسود وكتري رشة الفلفل الاسود شويتين بتدي طعم حلو قوي في المسقعة آآ بعد كده هننزل بشوية من الماء السخن يعني نقدر نقول نص كوباية او كوباية من الماء السخنة حسب الطماطم ما سبتيها تتسبك قد ايه لو هي نشفة قوي قوي حطي كوباية الماء لو الطماطم لسه فيها شوية من السويل فنص كوباية كفاية المهم ان احنا عايزين الصلصة يبقى فيها صوص كده شوية ونسيبها دقيقتين تغلي مع البطاطس والفلفل بعد كده هننزل باخر حاجة آآ البتنجان المشوي اللي احنا قطعناه بالسكينة كده قطع صغيرة ونبتدي نقلب كل المكونات الحلوة دي مع بعض ومش هنسيبه اكتر من دقيقتين على النار البتنجان طبعا مستوي فدقيقتين كده ياخدوا يدوا مع بعض والبتنجان يشرب الصلصة ويبقى كده المسقاة عندنا جاهزة طبق بتنجان مشوي مع البطاطس والطماطم والفلفل حاجة فاخرة الطعم ده مميز جدا مختلف عن الطريقة المعتادة اللي احنا بنعملها ان احنا نقل البتنجان في الزيت او ان احنا نسلقه بس فعلا فعلا على ضمانتي البتنجان المسلوق مع المسقاة طعم مهايل والطريقة دي انا عملتها من فترة قريبة وممكن احط لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف اللي حب يشوفها ويجربها وجربوا الطريقة دي ان شاء الله برضو هتعجبكم وهتعملوها باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله